اكد عدد من اصحاب السعادة المسؤولين والوزراء في مملكة البحرين ان المملكة حريصة على ترسيخ موقعها في مكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص انطلاقا من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها واخلاقياتها العربية والاسلامية الاصيلة واحترامها للمواثيق الدولية وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص اكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين حرص النيابة العامة على تصديها بكل حسم في اطار القانون لكافة صور جرائم الاتجار بالاشخاص مشيرا الى ان مملكة البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة تلك الجرائم وتعد من اوائل الدول التي بادرت بانشاء ديابة خاصة لجرائم الاتجار بالاشخاص هذا واشهد سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بتميز مملكة البحرين بمنظومة عصرية متكاملة لاحترام حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالاشخاص واعرب سعادته عن اعتزازه بتزامن هذه المناسبة العالمية مع حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المرموقة دوليا ضمن الفئة الاولى في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الامريكية للعام السابع على التوالي من جانبه اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الانسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالاشخاص وفي هذا السياق اكد سعادته ان تجربة مملكة البحرين في التصدي للاتجار بالاشخاص تعد انموذجا يحتدى به وذلك بفضل اعتمادها المعايير الدولية على هذا الصعيد من جانبه اشار السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص اشار الى ان التنسيق والتكامل بين مختلف الاجهزة الحكومية قدم نموذجا لجهود المملكة في التصدي ومكافحة الاتجار بالاشخاص ولفت طالب الى ان المملكة حرصت من خلال مشاريعها وبرامجها على تعزيز اليات الحماية والوقاية الاستباقية التي تحد من امكانية وقوع ضحايا الاتجار بالاشخاص في المملكة اشتركوا في القناة